اهلا بكم في مرايا صدق من قال ان المصريين الاقباط كما هو المتعارف عليه لتسمية المسيحيين بمصر ان هذه الفئة هم سر من اسرار تميز وبقاء الهوية المصرية والاجماع الوطني على اصرة الوطن ومعنى الوطن الاقباط هم اكبر كتلة مسيحية اصيلة في هذا الشرق بعدما تم تفريغ الشرق من مسيحية لاسباب متعددة مشكلة بسبب الحروب وكنيستهم تعتبر كنيسة تاريخية مستقلة لها خطها السياسي الوطني الخاص كما ان السواد الاعظم منهم في مصر هم من الاصور المصرية القديمة يعني في مسيحين طبعا هجرات من اماكن اخرى بس الكتلة الكبرى هم طبعا مصريين قدماء مثل كثرة كثرة من المصريين المسلمين ايضا اقول هذا الكلام لاني اعرف مدى حقد سفراء الشر ونقلت الموت ومحتضنية الحقد من الجماعات المتسربلة زورا وبهتانا باسم الاسلام حقدهم على الجماعة القبطية القبطية الوطنية تحديدا لانهم يعلمون ان الصوت القبطي المصري دوما خصوصا في العصر الحديث ينحاز لصالح الدولة الوطنية الجامعة وليس الدولة الطائفية او الاصولية الغالية كما يسعى افراخ الاخوان وجماعة الاخوان وافراخ الاخوان من الجماعات المتفرعة عنها ابناء الشر من هؤلاء الاشرارة والافراخ الشيطانية ثلت الاجرام التي اقترفت ايش يسميها الجريمة الحقيرة ما لها وصف لهذا الشكل بحق الابرياء في عرض الصحراء في المنية المصرية في الصعيد يعني تشوف اطفال ونساء راكبين الباصات وهذولا نزلوا فيهم قتل غدر في لحظة غفلة وهم متجهون لدار عبادة مسيحية في البرية واذا حق كفله لهم الانسانية كما كفله لهم القانون والاسلام ايضا جريمة قام بها من المؤكد حثالة مريضة استسهلت قتل هؤلاء الابرياء بكل وضاعة ولا ذنب لهم الا انهم ينتمون لدين اخر والاهم انهم جماعة مثل ما قلنا جماعة وطنية حقيقية اخلاصها الحقيقي هو للوطن المصري الشامل لكل مصري ومصرية احنا بصراحة نعرف الدعايات السوداء المستمرة ضد القبط من ابواق الاخوان وانصار الاخوان ليش هذه الدعايات المستمرة لأنهم يعرفون ان حيالهم وترهيباتهم لم تكسر ارادة هذه الشريحة المصرية الواعية بالمناسبة كان موضوع شخصيا على كثرة زياراتي لمصر بصراحة شهادة حق تقال هؤلاء الناس هم من اكثر الناس الذين مروا علي رقيا وتحضرا وامانة وصدقا ومهنية في عملهم اللي هم المصريين الاقباط وانا لا اقول هذا الكلام تأثرا بالحادث اللي صار لهم او عاطفة او تأثر بالجريمة لا ابدا وهي مش جريمة المنية بس قبلها سلسلة جرائم حتى من عهد السادات على فكرة يعني اللي يدخل فيها امعانا في البحث يعني امعانا في البحث عن اي وسيلة لضرب هذه الجماعة الوطنية واثارة الفتن الطائفية طبعا اثارة الفتن الطائفية بمصر على كل حال اخر ما نقوله هو حفظ الله مصر واهل مصر مسلمين ومسيحيين مرة جديدة يستهدف تنظيم داعش محيط كنيسة دار الانبا سامويل في محافظة المينيا الحافلة العائدة الى سهاج تعرضت الى هجوم مسلح قبل خروجها من محيط الكنيسة الى الطريق الصحراوي الهجوم اصفر عن مقتل سبعة واصابة اربعة عشر اخرين شهود عيان اكدوا ان هذه السيارة كانت تحمل مجموعة اخرى من الارهابيين على الطريق الاهالي تصدوا لهم قبل ان يلوذوا بالفرار وان السيارة كانت تحمل زخائر بعض القساوس اكدوا ان استهداف الاقباط لن ينجح في ضرب الوحدة الوطنية جديد بالذكر ان داعش كان قد استهدف مصلين اقباط في محيط نفس الكنيسة في مايو عام الفين وسبعة عشر مخلفا عشرات القتلى كل المصريين كلهم الا شواذ النفس وشواذ التربية وشواذ الاخلاق الغرباء الروح مصر كل المصريين يصطفون صفا واحدا متراصا ضد سعاة الفتنة والشر قتلت الاطفال والابرياء فوجئ المصريون بحادث المينيا الارهابي الذي استهدف اقباطا اثناء عودتهم من دير الانبا سموئيل في الظهير الصحراوي لمحافظة المينيا هو حصل في توقيت المؤتمر ده عشان يوقع السياحة او يهد مصر لكن لا يمكن انهم يهد مصر الشارع المصري رأى ان الارهاب ومموليه لن ينجحوا في تحقيق مرادهم رغم محاولاتهم المتكررة وعمرها ما هتحصل وقيع بين المسلمين ومسيحيين ايا كانت الامور ايا كانت الزروف كل المصريين عارفين ان الدولة دي كله بيقرأ على اسقطها لكن انا كمسلمين ومسيحيين انا اشرك في الورشة مسيح غير ان اعلان الداخلية قتلى تسعة عشر ارهابيا بعد ساعات من الحادث اثلج صدور الكثيرين والرد اللي بيعملوه ده كويس واجمل ولو قصرع من كده كمان ده حيب حسب ويرهن الكثيرون على وعي المصريين في حماية وطنهم مدللين على ذلك بردود الفعل الشعبية تجاه الحوادث الارهابية التي قلت وتيرتها بصورة ملحوظة في الآوينة الاخيرة احمد بقاتو القاهرة قبط ومصر هم من مثل ما قلنا قبل قليل من معالم الروح والشخصية المصرية التاريخية هذا يعرفه العارفون وحينما أمر الخديوي بعزل عرابي أن اجتمع المسلمون والمسيحيون جميعا اجتمعوا في بيت نقيب الأشراف السيد علي البكري ووقعوا على وثيقة قدموها بتمسكهم بعراب والبابا كيريلوس الخامس بطرياتك الأطباط في ذلك الحين أعلن أن الإنجليز قد خرجوا عن تعاليم الديانة المسيحية بهذا الاعتداء على الناس باعتدائهم على حرياتهم ووقتنا أنه عندما أخذ المال أيام عرابي اضطر الناس أن يتبرعوا بأموالهم لأنه لم تكن هناك أموالهم في الدولة فكان المتبرعون من الأخبار ومن المسلمين على كل حال لعمل هذه الجريمة جريمة المينيا والجرائم التي قبلها هو يسعى دوما لهدف واحد اللي هو زرع الفتنة الطائفية بمصر لكن مصر من قيادتها لشعبها تعرف تماما هذا المسعى الخبيث يعني الحدثة اللي حصلت أول مبارح اللي هي الاعتداء على أشقائنا ومواطنين المصريين وبرضا بقول للناس اللي موجودة هنا احنا في مصر ما بنقولش دلوقتي ما بنميس بالدين ما بنقولش ده مسلم وده مسيح لا أبدا احنا بنقول دلوقتي هو مصري هو مصري لما يشقط المصري أي مكان هو مين يؤلمنا ويؤلم كل المصريين خلي بالكم المؤتدين بقول كلمة المهم مش وقوع الجريمة مهما بلغت فداحتها وكل أرواحنا طبعا وقلوبنا مع أهل الضحايا الأبرياء والأطار في كل مكان مبالك في مصر لكن المهم هو تفويت الفرصة على هذه الجماعات الخبيثة ومن يمدها بالمال والسلاح والدعاية والسياسة من المراكز والدول والقنوات الفضائية التي تعرفون كلنا نعرف من يقف خلف هؤلاء الأشرار الهدف الكبير هو إسقاط مصر عبر استهداف قبطها ورجال أمنها وجيشها وقضاتها يعني الأمر ليس محصورا على هذه الفئة العزيزة من شعب مصر لكن لا يقال إلا الدعاء لمصر ولعنة الله على سفراء الشيطان الذين تفوقوا على الشيطان نفسه قال الشاعر العباسي الخبز أرزي في صورة بديعة لقد ركز الشيطان بند جيوشه ببندي فكل الجيش يأوي إلى بندي ولم ينتفع بي غير إبليس وحده وإن مت لم يظهر على غيره فقدي وكنت فتن من جندي إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر